سلام حبو بيت ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير وعلى الف خير نظرا لللايف اللي درتوا اخر مرة كان عندي طلب تاع زوز وصفت اول طلب ليجوا عليه زوزو لثلاثة ليقلوا لي سيلو بلاي رانيا جي لنا وصفة لحل مشكلة حب الشباب انا هنا اليوم خيرت اني نجلكم خمس وصفت بش كومسا وعلاها قولوا لي وعلاها نجلكم خمس وصفات لانو سامحوني بارك باسكو انا كي نكتب بالزربة دونك نكتبنا باقت كامون كتو تعانجي ايدي فراسي نجيرها نكتبها ثم ثم الو قدرت خمس وصفات كل وصفة يعني حاولت نشوفو شكاين اقصى حد كمكونات متواجدة عند كامل اللعبات يعني كامل الناس عندهم في الاكوزين في صالة دماء كي ما كان ونخيرت وين تكون وصفات موسمية كي ما اقولوا احنا تماطم مثلا نلقوها على طول العام مشي نحو نجيبليكم وصفة ولو انو كينا وصفة اخرى كنت حنضيفها وحذفتها اللي هي وصفة بالعناب باش ما نطولوش ياسر الفيديو لازم نفهمكم كل وصفة نبدو بالوصفة رقم واحد اللي هي الطماطم كنت درت لكم فيديو على مقشر بالطماطم اللي كتحطي تجبلي قطعة الطماطم وتعملي شيك خود قشري بها وجهك اللي يعني تعمل على توحيد لون البشرة ومقشر طبيعي ويرطب ويعطيك فيتامين او فيتامين سي يعني يعطيك مجموعة من الفيتامينات اللي ما تقدرش تلقاها في الليجوماج اللي يتباعه برا يعني حاجة طبيعية هذك مقشر يعني تقدر استعمليه مرة في الأسبوع ذلك الطماطم هذي اللي جبتها على أين أساس الطماطم تحك بقطعة من الطماطم شفتوا هذك الطماطم كين تلقوا هذوك الحبيبات هذوك اللي جو في وسط البذور البذور اللي موجود هذيك عملية تاحت تعمل لعجب وش معناه معناه تهزي الطماطم كاملة وخاصة هذيك البذور تحاول تحطها على البلاسة اللي فيها حب الشباب اللي ركت عاني منها شوفوا البنات نقول لكم ناسحة كين فرق بين حب الشباب وكين فرق ليطلع في فترة كل شهر هذيك اللي يطلح في فترة كل شهر هذيك حب من نوع آخر يعني مضاعفات بتاع الدورة الشهرية ما تخلطوش سيل توي بلاي ما تخلطوش ما بين حب الشباب وما تخلطوش ما بين الحب اللي يجيكم تابع الدورة الشهرية يعني أنا شخصيا نعاني من هاد الاشكالية انه مثلا خلال يعني كنت جي تتقرب وقت الدورة شهرية تاعنا مثلا تلقي برشة ابنات يعانو يطلع عليهم مجموعة من الحبوب في المستوى الوجه هذي شيء آخر ولكن نهدر على حب الشباب ليجيك مثلا طوال طوال الشهر يعني تلقيه في الاول الشهر في اخر شهر هذك هو حب الشباب ويقلق ويعمل ندبات في الوجه ويعمل يعني كي نقول احنا يخلي اليوم وبتعدوا ع حاولوا اكثر حاجة تروحوا اللي هي وصفات طبيعية تلقوا فيها الفيتامين خير ما انكم تشروا حاجة من الفغماسي وتعملها في وجهكم تعود عليكم بالاثر السلبية اول وصفة اللي هي تحكمي حبة مع البذور هذي كفهة وتحكها على وجهك بلا ما تخسيه بلا ما تحكها كامل على وجهك وخاصة على هذيك المكان اللي موجود فيه الحبوب بكثرة وتخلها المدت عشرين دقيقة حتى نتحسها شاحت يبست لك في وجهك ثمت هذي ماء دافة تخسلها وتعملي لك كرام ادغطان تاعي اذا كان عندك كرام ادغطان كان الناس راح تقوليش من كرام ادغطان نحبو نبعدو يعني بش نحدو اسكو بشرة جيفة ولا لا اعمليني فيها صوفت بس حذا ديرها في المنزل متخرجيش بعد بس كدني فيها صوفت كحل شوية هذي نور مموني فيها صوفت كامل انواع تاع البشرة الوصفة الاولى خلاص روحوا للوصفة الثانية الوصفة الثانية هي وصفة الخيار زائد الفرينة تاع الشوفان او بودرة الشوفان هذرك احنا احنا عمل علامة استفاهم على بودرة الشوفان وعلي خطر جني غالما كان بزاف بنات ما عندهمش متقبل كي تقولولي وي رانيا معنا الشوفان معليش اعملي ماسك تاع الكونكامر اعملي ماسك تاع الخيار تحكمي حبة الخيار اتنسون تنحولها لابوب بس كو لابوب فها في دهبال اخسلها اعملي نص حبة تعمل لك مرتين ولا ثلاثة متحاولي انو نقتصدو من بذروش مع ذلك معا قالوكم ويلو الابوب تاسون دونك نحاولو من بذروش نحكمو حتى ربع حبة الخيار نميكسها في ميكسر ولا في هذيك البغاء حاولي تميكسها بأي طريقة وحطها على وجهك هي وعلا هنقول لكم فرينة تاع الشوفان بس كو رح تخلىها كومي مبات بس ما تعملها كيما الماسك تحكم لك بس كيما الخيار تعمليه هكيك ما يحكم لكش دوك حبة ذاولو انكم تعملوها بالشوفان بس كو عندو فايدة كبيرة شوفان وتحطها كماسك لمدة 30 دقيقة حتى تنشف وتخسليه ما عندكش الشوفان عملها غير بالخيار وحاول انك تحكيه اذا ميكسيته بيان وعملتها عوجهك وانت تحكيه بطريقة دائرية وباقي نحيه من وجهك وخلي هذك البروديو يبقى في وجهك لمدة 30 دقيقة ومبعد اخسلي وجهك هذي الوصفة رقب اثنين الوصفة الثلاثة اللي هي الشي الاخضر ما كانش واحد يشرب التاي قد تزيريه يعني هذي سيسور انا شخصيا نراو القوبلة تاع التاي ما ما يختنيش سواشتا سواصيف ولذلك اعاني من قلة النوم في اليل راني نقعد للربعة تاع صباح دفعا ما نرقودش وهذا اللي مغلب عليها ما فهمشو عليه بس كي النهار قسار لا علينا ما نخرجش على الموضوع الوصفة الثلاثة اللي هو الشي الاخضر كيفاه لبنان تجيرو التاي مثلا بقاليكم تاي شربتو التاي بقاليكم تاي انا نهضر اسمحودي غين احنا بقاليكم تاي انا التاي لازم يكون مهوش حلو نيفيتو التاي حلو مثلا طيب جي تاي قبل ما تساكريه تحاولي انك اه تحطي التاي هادك في العرفتها هذيك اله هسنو نرسم هالك هذيك اله تاع الكنجلاتور اللي جي فاها هكا كيما تعلي كيب تحطي فاها هنالي كيب تعلي غلاسان هذيك تجيبها وتحاولي انك اه تحاولي انك تحطي فاها لتعمرها بالتاي الاخضر بش يولولك مكعبات تاع التاي كيما تعثلش مكعبات هذيك اللي بنات يتعني من الحكة تاع الحب شباب وتعني من الالم وتاع سطر جيست هزوا حبة من هذيك المكعبات ومرها على وجهك كامل راح تحسي بوحدة الراحة هذي الوصفة لبنات مشي كامل حب شباب هذي الوصفة الناس يتعني من الحكة وليتعني من الاحمرار وتعني من الهياجين تاع الحب الشباب يعني كيعود فيه تقيح هذيك وكيعود فيه دونك هذيك بش ما ندخلوش في الديتاي هذوك عليكم بالشي الاخضر عندو فوائد ويهد كامنو مهدك كامسي حاطة حاجة تتكالمي كامن كالمون دونك هذيه الوصفة رقم ثلاثة الوصفة الرابعة الثوم كينا بزاف بنات راح تقولي الثوم كيفاه هو الوصفة الرابعة هذيه ما ننصح شبه هالناس اللي عندهم بشرة حساسة وعندهم حساسية اللي عندو حساسية خيري وصفة الطماطم يعني نبدالكم بالوصفة اللي تصلح مع البشرة كل ونجيهابطة الطماطم تصلح للبشرة تعالناس كامل الخيار الناس كامل يوالمها الشاي الاخضر كيف كيف هنه تبدأ تدخل فيها البشرة الحساسة هذو زوز وصفات تفادو البشرة الحساسة والبشرة كيما نقولو نحنا اللي عندها سام سام كيما نقولو نحنا واحد يقولوا بشرة تعيه غير تقيسه حاجه اخلاص تبدأ تعمل واحد الاعراض الجانبية ضونك لا البنات الثوم اراو غير اللي متأكدة اصون بوخسوم بلالبشرة تعاليها ما يسير لها اوالو طعامني الثوم. الثوم كيفاه كين اللي بوط هادوك اللي تباعو تعالثوم مسحوق يتبعوا برا. هاديك شو. كي غلاثتهم ولا مئة تلف رح نولينا نشروف هادو كله بوات. هادا كي يجي اه مرحي ساجي. تقدري هاداك تهزي الطرف غير على مشي عنا وجهة كامل. اطنسيون صرتو حذاري تقربوهم العينين. بس كفيه رائحة وراء يحرق عندكم. عندكم وعندكم. مني جحبا كي ما قلونا نجي الذن بتاعكم. سمحولي لازم نمضح هذي الوصف بس كي يكم اخواتي كي ما ما نحبش فينا ما نحبش فيكم انتم. وشي تهزو هاكا مثلا شو سبعي. طرف خلعت طرف مين با طرف. تهزو وتحطوه على الحبة ولا المجموعة الحبوب اللي راي تقلق فيكم. وتخلوه لمدة عشرين خليم نقولش تلاثين دقيقة. خمستاش الى عشرين دقيقة. كيتحسوه حرقكم ياسر اخسلوه. هذيك راح يمس كامل هذيك السامحوني في الكلمة يمس كامل هذيك التقيح اللي موجود في تقيح تقيح لك خويسة موها. اللي هو القيح كي ما نقول احنا نضخ بارانتاز. هذيك المادة اللي تخرج من الحبوب هذيك يمس هالك ويقلب هالك نظيفة. معناه ينظف لك الحب بتاعك ينظفه لك. هذي الفائدة تعثو. الوصفة رقم خمسة اللي هي معجون الاسنان. دونتي فخيس. دونتي فخيس هما اللي تتحرك تعمل دونتي فخيس. اولي. لا. دونتي فخيس. خاصة اللي بنات اذا جبدنا سيجي تاع دونتي فخيس. كي تتحرقو. ما تعملوش دونتي فخيس. بس كي قريت بعلوما في الانتغنت. اذيك هيو الشي دي زي دي خليهولك لاثار. نو. ان شاء الله هنحنا عملوها استوس هذي ونوري لكم. معجون الاسنان لبنات وش ديروه تحطوه على مستوى الحبة تاعكم. توجو معجون الاسنان للبشرة المهيش حساسة. اي معجون اسنان عندك تستعمليه تحطيها حب الشباب. اه تشوفو انا نخليه. انا ننصح به ليلة كاملة نغمع المويلو ما يسرع لك. انا كنت مجار بيتو. تحطيه مثلا على الحبة هديك تخليه ينشوف شوية وترجي باريزان. غد وصباح تنظيك يتخس لي وجهك. برب ان شاء الله اه مشي حنقول معجزة تلقاها ما كانش مي اه نسبة ستشين بالمئة تلقي الحبة تاعك نقص. حتى اذا كانت كبيرة راح تنقص. هادو هما جبت لكم خمس وصفات بش ما مقاش ندير بالكزامل وصفة في اون مينوت اكسترا. ان شاء الله هتكون بار كنا لتعجبكم هادو الوصفات. ولا بيت طلب اه تعلبنات ليجال ولي في اللايف راني اسي لتوى بلدي لنا وصفات. دونك هكا او عندكم الخيار اللي عند هالتي تنف تعمل تاي ولي عندها الخيار تعمل الخيار ولي عندها تماثم تعمل تماثم. الى ما كانش راحو لسال دبا. ويفيتو ثوم قدام امكم. اتنسيان تهزو الثوم قدام امكم. بسك الثوم راو غلا بستين الفلو كيلو. بعد امكم تحبس عليكم مام اليووتيوب تقولكم خيتش تتفرجو رانيا. الان ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ديرو جام خلولي اي وصفة حابين نعمل هالكم. ولا مجموع من الوصفات هكا في لكم. داق تالو في روحكم. بيزو بيزو.